اشتركوا في القناة ويحمل جدول اعمال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب العديد من الملفات المهمة حيث تمثل خطابات جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه في افتتاح ادوار الانعقاد نبراسا للعمل الوطني الجاد وبوصلة توجه عمل السلطات في مملكة البحرين توجيهات ملكية تسعى للنهوض بالعمل التشريعي وتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وعمل برلماني مستمر خدمة للوطن والمواطنين وتمثل خطابات جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه في افتتاح ادوار الانعقاد نبراسا للعمل البرلماني وبوصلة للاسترشاد بالاهداف المرجوة نجدد شكرنا وتقديرنا لما تقوم به السلطة التشريعية من دور كبير في تقوية وارساء التقاليد الصحيحة والارتقاء بافاق العمل الوطني الذي لا سقف لطموحاته ونشير هنا بأن تحقيق التطلعات الوطنية يتطلب على الدوام المزيد من التنسيق والتعاون بين السلطات وأن تتحمل كل سلطة لمسئوليتها المناطبها دستوريا باستقلالية تامة جلالة الملك حمد بن إيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه دائما ما أبرز عن اعتزازه بالجهود الهمة التي تواصل بذلها السلطة التشريعية في القيام بمسئولياتها وواجباتها الدستورية والرقابية وتعزيز مفاهيم الديمقراطية النابعة من الثقافة والقيم الوطنية العريقة وتعتبر لقاءات جالته أيده الله مع السلطة التشريعية بالإضافة للسلطات الأخرى مرشدا للأهداف الوطنية التي تضع الوطن والمواطنين نصب أعين الجميع وبناء على ذلك أصدر جالة الملك المفدى العديد من القوانين الهادفة لتعزيز ركائز دولة القانون بينما كانت السلطة التشريعية مساهمة في صياغة مشاريع القوانين والتي تصل في ختام مراحلها القانونية والدستورية إلى أصدر القوانين من قبل جالته أيده الله مسيرة التنمية الشاملة والدفاع عن مصالح الوطن وتطوير منظومة القوانين والتشريعات بما يلب تطلعات المواطنين هو الهدف الذي وطعه جالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه للسلطة التشريعية وذلك من أجل تعزيز المسار الديمقراطي وتطوير أدائه للبناء على ما تحقق من منجزات ومكتسبات ترسخ دعائم مسيرة الوطن المباركة على درب التقدم والرقي والازدهار متمنين لكم في مطلع هذه المرحلة الجديدة من مسيرة الإصلاح والتحديث المزيد من العطاء البناء على رصيد منجزاتنا والكثير من التوفيق والسداد في تولي مسؤولياتكم الوطنية والدستورية صوناً للمصلحة العليا للبلاد وتحقيقاً للأهداف المبتقاة من هذه الخدمة الوطنية الرفيعة